السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معكم طالب جامعي عشاء شعري طالب جامعي الجامعة السوار جامعة شوار الدولين حافظ لفيتاب الله في البلد أبو الحسن على الشيخ عبدالله رحمه الله حافظه عندما كان في عمر 15 سنة وفي هذه المناسبة أشكر هذا المضعم على حزن الضيافة وعلى هذا التكريم لطلب الحفق القرآن وأسأل الله تعالى جميع طلب الحفق القرآن في غيوة ورجعاته السلام عليكم السلام عليكم في هذا اليوم الطيب المبارك قد بادر صاحب هذا المطعم بجمع ثلّة من أهل القرآن الكريم وخاصتي حيث أنه أكرمهم وقدم لهم هدايا لتحفيزية بمواصلة لحفظ كلام الله تبارك وتعالى ومثل هذه المبادرات حقيقة نشجعها ونثمنها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من أنثار هذا الإنسان الطيب الخلوق صاحب المطعم الشلالة وكذلك ندعو الأولياء إلى تحفظ أبنائهم وإلى كذلك الذهاب بهم إلى كتتيب القرآن الكريم والله الموفق وإن إن شاء الله نرجع إن شاء الله لحفظ أدت شهادة شهادة نتباك من تمارها ونتبتع بجميعها بإذن الله يا تعالى كلمة تنحيبية للسيد لوني عبدالقادر على أنها مرض على أنها فيروس فسلت كل التفسيرات العلمية لكن لم تفسر تفسير رباني لا بد أن نفسر هذه الأمور تفسير رباني لأفضل البتيريا أو في هذا المطعم كل باسمه ورسمه ورسمه وعرو ومقابه ومقداره مع حفظ الألقاب والرتب من تأثى مراصة إلى تائي تبسة إلى تائي تلبسة إلى تأديات إلى تائي تندوم إلى تائي تمنون أجر بإذن الله تعالى يتفضل مشكورا بسم الله ربما 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 ومن العجائب والعجائب جمت طرب الدواء وما إليه وصول كالعيس في البيضاء يأخذها الضواء والماء فوق ظهورها محبور